تسلمت معالي السيدة فوزيا بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلفا لمعالي السيد صغر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجرت مراسم انتقال الرئاسة ضمن جلسة أعمال المؤتمر الثاني وثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث تتولى معالي رئيسة مجلس النواب الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني بالنسبة لانتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى مملكة البحرين بالنسبة لنا ككويتيين ولي كرئيس لمجلس الأمة الكويتي اعتبر انتقال إلى الكويت متمنيا للأخت الفاضلة فوزية زينل كل التوفيق في قيادة الاتحاد البرلماني العربي وهي قادرة على ذلك ولديها كفاءة أثبتتها خلال الفترة الماضية كما للبرلمان في مملكة البحرين ومملكة البحرين بشكل عام قدرات سبق وأن أثبتتها في العديد من المناسبات والأحداث السابقة أنا واثق كل ثقة من نجاح مملكة البحرين وبرلمانها في قيادة الاتحاد البرلماني العربي في ظل الأمواج العاتية والمتلاطمة والتحديات الخارجية الكثيرة التي نواجهها لأن ثقتي راسخة بإن شاء الله تقود الاتعاد لبرلمان وننجح في مواجهة كل هذه التعديات الخارجية وننجح في تكريس وتثبيت التضامن العربي المنشود طبعا نحن اليوم موجودين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لنحتفل بتسليم الرئاسة من دولة الإمارات الشقيقة لمملكة البحرين ونتطلع إن شاء الله للمرحلة القادمة خاصة وأننا مع الرئيسة سيدة وهي من أيضا أحد الدول الخليج الشقيقة فلدينا تطلعات كبيرة إن شاء الله أنها ستضع المرأة العربية والخليجية على الخارطة وستكون لها إن شاء الله إسهمات وإضافات نوعية بإذن الله في عمل البرلمان كل التوفيق لدولة البحرين الشقيقة وتهانينا اشتركوا في القناة